تشير معطيات تكرير بنك إسرائيل إلى قفزة في أرباح البنوك الأربعة الكبرى وهي هبو عليم، لؤمي، مزرحة فحوت، ديسكونت بنسبة نحو 32% في عام 2022 لتصل إلى أكثر من 22 مليار شكل هناك حاجة إلى انقلاب في موضوع الجهاز البنكي في إسرائيل وفتح المجال أولاً لتنافسية أكبر ولدخول عدد أكبر من البنوك إلى إسرائيل وهذا يمكن أن يقلل من وطأة الحمل على المواطن انظر ما يعانيه المواطن الإسرائيلي الآن ارتفاع في الأسعار ارتفاع في نسب الفائدة التي يدفع على كل القروض وخاصة قروض الإسكان وهذا يؤدي بالتالي إلى بعد كبير جداً بين القوى الاستهلاكية الموجودة وبين الحاجة الاستهلاكية الموجودة يعني القوى الاستهلاكية نابعة من معدل الأجور ومعدل الأجور في كثير من القطاعات في المجتمع الإسرائيلي منخفضة جداً بحيث لا تستطيع أن تكمل الشهر هذا وحقق بنك اللؤمي في العام 2022 أعلى قفزة في الأرباح بلغت سبعة فارزة سبعة مليارات شكل بينما حقق بنك مزرحات فحوت أعلى معدل عائدات وهذه هي أعلى أرباح تنشرها البنوك على الإطلاق كل ما ارتفعت نسبة الأرباح تبعة البنوك هي سببها من الفوائد اللي باخدوها على القروض البنكية لما بترفع نسبة الفايدة فأنت بترفع نسبة الأرباح تبعة البنك البنك إسرائيل السنة المرأة ترفع نسبة الفايدة من 0.1 لـ 4.25 يعني رفعها بطريقة كتير كبيرة وهي سبب الأرباح حائلة للبنوك بهذه الفترة اللي هي السنة المرأة تريبا أكتر من 25% لـ 30% عن السنوات اللي قبلها عم نتخرف أنه وصلوا لأكتر من مليارات الدولارات كل مرة البنك برفع الفايدة نص درجة تقريبا هي عبارة عن مئات الملايين من الشكالين اللي هي أرباح للبنك عوائد من زيادة على طبعا الهلفا أوت، مشكنت أوت، الكروض البنكية للسكن، للسيارات، لكل الكروض حتى للعساكين من الصغيرة تحتكر البنوك الكبرى السوق المصرفي دون أن يكون لها منافس حيث تحقق أرباحا كبيرة وبشكل قياسي مما يتباطأ معدل النمو الاقتصادي لدى المواطن ليطال هذا الاحتكار تفكيك وطيرة النمو الاقتصادي في إسرائيل